اشتركوا في القناة تشمل الصحفيين والاعلاميين بوسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقرؤة والالكترونية تهدف هذه المسابقة الى رفع الوعي والدفاع عن قضايا المرأة المعنفة وذلك لاهمية وسائل الاعلام في نشر الوعي بهذه القضية واجاد سبل لحلها ومكفحة العنف ضد المرأة بصفة عامة تقام هذه المسابقة بشراكة مع صندوق نساء البحر المتوسط لاختيار افضل موضوع صحفي او موضوع اعلامي يتم تقديمه لمنهضة العنف ضد المرأة وقضايا النوع الاجتماعي سوف يتم اختيار افضل تلات مواضيع عن طريق لجنة تحكيم من مجموعة من المتخصصين في مجال الاعلام يتم توزيع الجوائز على الموضوعات الفائزة في حفل يقام في شهر نوفمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء تم وضع اخر موعد لتلقي الاعمال المشاركة في هذه المسابقة يوم الخمس عشر من اكتوبر عام 2013 كذلك سوف يتم رفع الاعمال الفائزة على الموقع الالكتروني الخاص بالمركز نشاهدين المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع هي موضوع حلقة اليوم من بنت النيل ولكن البداية كالمعتاد مع الاخبار مشاهدين نبدأ جولة الاخبار من جريدة الصباح التي قالت الجارديان نموذج المرأة الفرعونية لا يزال مصدر الهام قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان نموذج المرأة في مصر القديمة لا يزال مصدر الهام تتعلم منه سيدات العصر الحاضر واشارت الى ما كانت تتمتع به المرأة في مصر القديمة من النفوذ وتقرير المصير بما لم يتمتع به غيرها في شعوب العالم القديم بل حتى في العديد من الاماكن اليوم واشارت الصحيفة في تقريرها الى حقيقة يجهلها كثيرون وهي ان سكان مصر في العصر القديمة كان معظمهم من الرجال او على الاقل هذا ما تزير المخطوطة الفرعونية التي يقتصر معظمها على نخبة من ذكور الملوك والكهنة والكتبة فيما تظهر فيها المرأة كاقلية واشارت الصحيفة في الختام الى مشاركة المرأة المصرية القديمة للرجل في كافة مجالات الحياة العامة كالزراعة وصناعة الخمر والخبز وفي البيع والشراء بل حتى في توجيهه وقيادة سفن البضاءة هذا الى جانب اطلاعها بادوار الانسة الطبيعية كزوجة وام ونتحول الى الموقع الالكتروني اصوات مصرية ابن فضيلة الاذاعة لم تفقد دورها رغم ظهور القنوات الفضائية والانترنت قالت فضيلة توفيق الاذاعة الشهيرة بابن فضيلة ان الاذاعة لم تفقد دورها واهميتها لدى الجمهور رغم التطور التكنولوجي الهائل وظهور القنوات الفضائية والانترنت واضافت ابن فضيلة للاذاعة اهمية كبرى خاصة لدى الاطفال لأنها تنمي الخيال لديهم من خلال الاستماع لمؤثرات صوتية ووصف مناطق والحديث عن عداد بما يساعد على إرساء القيم الهدفة داخلهم بسهولة وقد التحقت فضيلة توفيق بالعمل الإذاعي من خلال أحد أصدقاء والدها بعد أن بدأت حياتها العملية كمحامية بمكتب المحامة الخاص بوالدها ثم انتقلت للعمل في الإذاعة وقدمت برنامج غنوة وحدوتة أشهر برنامج إذاعي للأطفال منذ 30 عاما حيث تميزت بصوتها الذي جذب الأطفال إلى قصص برنامجها التي ما زالت تقدمها حتى الآن بدأت أضلى فضيلة في الإذاعة كمقدمة برامج هواء ثم انتقلت لبرامج الأطفال بعد أن انتقل المذيع الشهير بابا شارو إلى التلفزيون فحلت محله ونجحت في جذب أكبر عدد من الأطفال وتؤكد فضيلة توفيق لقد بدأ عملي في الإذاعة منذ أكثر من 30 عاما اعتبرتها بيتي وأصبح المايكروفون صديقي أحدثه ويشعر بحزني وفرحي وتؤكد أيضا أن عملها مع الأطفال فترة طويلة جعلها تكتسب عددا من صفاتهم قائلة أشعر أن لم يطفل حتى في التعامل مع ابنتي وحفيدتي ونتحال المشاهدين إلى جريدة الوسط الإلكترونية دراسة النساء طويلات القامة أكثر عرضا للإصابة بالسرطان كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين معدل الطول وخطر الإصابة بمرض السرطان لدى النساء اللواتي تخطين مرحلة سن الياس إذ أنه كلما ارتفع معدل الطول لدى هؤلاء النساء تزيد من خطر إصابتهن بالمرض وذكرت شبكات CNN أن الباحثين اكتشفوا أن مقابل كل 10 سنتيمترات من معدل الطول تزيد نسبة إصابة المرأة بأمراض السرطان المتنوعة بنسبة 13% وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية أمراض السرطان إلى أن النساء طويلات القامة هم أكثر عرضا بنسبة 13% إلى 17% للإصابة بأمراض سرطان الجلد والسادي والمبيض وبطانة الرحم والقولون وجاء في الدراسة أن الباحثين رقبوا أكثر من 20900 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما من من شاركنا في دراسة مبادرة صحة المرأة وهي تحليل مستمرة لحالات النساء بعد انقطاع الطمس والعوامل التي تؤثر على صحتهم وأوضحت الدراسة أن زيادة عدد الخلايا والأنسجة في الجسم يزيد من احتمالات تطور تلك الخلايا بطريقة غير طبيعية حتى تصبح خبيثة وقد تبدو العلاقة غريبة بين معدل الطول ومرض السرطان إلا أن دراسات أخرى كشفت الارتباط ذاته ونقرأ أيضا خبرا يتعلق بإصابة النساء بأمراض السرطان ويقول الخبر المنشور بجريدة أخبار العالم المرأة العاملة أكثر عرض للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 70% كشفت دراسة طبية جديدة أن هناك نسبة 70% من السيدات العاملات أكثر عرض للإصابة بسرطان الثدي بالمقارنة بغير العاملات وذلك بسبب تزايد معدلات تعرضهن للضغوط والتفرقة في المعاملة وعدم العدالة في الإصابة فقد أوضحت البيانات أن سرطان الثدي يشكل نحو 22.9% من إجمالية أنواع السرطان الذي تصاب به السيدات حول العالم فالوقت الذي يقدر فيه أو يقدر فيه خبراء أمريكيون أن واحدة من بين كل ثماني سيدات ولدنا الآن سيتم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهم وشدد الباحثون على أن خطر الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع التقدم في الأمر الذي يلعب دورا مهما في زيادة مخاطر الإصابة ونتحاول إلى جريدة الشروق دراسة الرضاعة الطبيعية تقل مرأة من الزهايمر أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن خطر الإصابة بالزهايمر يقل لدى السيدات التي يلجأن للرضاعة الطبيعية لتغذية أطفالهم وقال باحثون من جامعة كيمبريج إن هذه العلاقة يمكن أن تكون مرتبطة بتأثيرات بيولوجيا معينة للرضاعة الطبيعية ووجدوا أن مدى فترة الرضاعة الطبيعية يقلل خطر الإصابة بالزهايمر بشكل معام وذكرت صحيفة ديلي تاليغراف البريطانية أن دراسات سابقة كانت قد أشارت إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تقلل مخاطر إصابة الأم بأمراض أخرى لكن لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث لمعرفة تأثير فترة الرضاعة الطبيعية على الوقاية من الزهايمر مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الجامعة بين أخبار النساء والمرأة حول العالم مشاهدين فاصل قصير ثم نبدأ موضوع حلقة اليوم من بنت المين مشاهدين بجدد التحية بحضراتك وضيف بنت المين لهذا اليوم الأستاذ انتصار محمد السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان أهلا بحضرتك 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 أهمية المسابقة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج وهذه المسابقة هي معنية بقضايا المرأة المعنفة حضرتك توجيز لنا إيه أهمية مثل هذه النواية من المسابقة؟ الثانيين هو إحنا في مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان معنين بشكل عام بقضية مهمة جدا وهي منهضة العنس ضد المرأة المصرية لاحظنا أنه برغم أنه في صحفيين كتير بيكتهدوا جدا في الأخبار الخاصة بيهم لكن أحيانا بيمقصها دقيق قليلا من الموضعية زي ما بيقولوا أي أنه بيبقى عامل موضوع مغطي به كل الجيانب الصحفية لكن مقصه أهم حد وهو المصدر نفسه اللي بيتكلم عنه يعني مثلا البرأة من الصهر الضبطي يعني مثلا أثناء المرحلة اللي كنا كلنا فيها بنتناقش عن ماذا تريد النساء من التسطور اللي فات نعم فيه صحفيين كتير جدا عملوا حاجات مهمة جدا المواضيع مهمة جدا عن الموضوع ده جاب فيها ايه مثلا الصحفية جاب رأي القانونيين جاب رأي الفقهاء الدستوريين جاب رأي الاعلان جاب رأي كل الناس ونس يجيب رأي الستات نفسها تمام مثلا فيه مثال احنا دايما حتى بنضربه في التجربات بتاعتنا خبر كده سيدة عبوز تهرب مع عاشقها وتترك أولادها طيب هي زي عبوز وزي عندها أولاد صغيرين زي ما هو مكتوب في الخبر طبعا علاوة على انه ثقافة اللي عانف ضد المرأة اصلا في المجتمع النصري ثقافة مقبولة دا هي مش مقبولة اصلا في الانتسار هي مستهجنة يعني ما حدش بيقبلها لكن هي ربما تكون شائعة بشكل ما هي شائعة لدرجة القبول مثلا واحد بيضرب مراته في الشارع فالناس تقول حدش اتدخل صبوها هي مراته وهو خر فيها انا بقصد ان هي مقبولة اي طبعا مستهجنة لكن بقصد ان رائي العين بيقبلها بالشكل دوت فاهميني طيب هو حضرتك يعني نوعية العنف ضد المرأة اللي معنية به مسابقة سلامة وامان يعني هل هو العنف اللي جواه البيت ولا العنف اللي في الشارع ولا مثلا قضية التحرش اللي هي بتعتبر من قبيل العنف ضد المرأة يعني انهي انهي نوع من انواع العنف لانواق احنا بنتكلم هنا في مسابقة سلامة وامانة عن العنف بشكل عين لكن احنا مقدرين جدا طبعا انه 90% من انواع العنف اللي منتشب في مصر وهو العنف الاسري اللي جواه الاسرة الوحدة مبيني الزوج و الزوجة لكن طبعا فيه التحرش الدنسي فيه العنف المؤسسي فيه انواع اخرى من العنف برضو دخلة في المسابقة لكن انا يعني انا والزميني في المركز ممتأكدين انه اغلب الاعمال هتجنى على العنف الاسري العنف الاسري العنف اللي هو بمعنى العنف البدني يعني يا أستاذ المسابقة اه بالضبط طيب حضرتك المسابقة دي انتو تصوركو هي يعني هتساهم ازاي في معالجة هذه المشكلة احنا متخيلين انه المسابقة اولا موجهة للصحفيين والاعلاميين سواء كانوا في الازيعة في التلفزيون في مواقع الكترونية على الانترنت اه رسمين كاركاتير اه مصورين فوتوغرافية نتخيلين انه هيحصل اسبوت اكتر على الظاهرة ديكت اللي بالتالي نحاول سواء نغير الواقع اللي فيه عنف ضد النسي طيب اه زي ما حضرتك ذكرت انه في يعني المسابقة مفتوحة لكل وسائل الاعلام المختلفة اه ازاي حيتم تقييم الاعمال المقدمة في المسابقة وهي يعني مفيش واحدة واحدة بتجمعها يعني مش ممكن اقيم الكاركاتير زي العمل التلفزيوني او اقارم مثلا بين موضوع مكتوب بموضوع اذاعي يعني ازاي حيتم تقييم الاعمال المشاركة في المسابقة ومفيش واحدة بتربط لا هو فيه المفروض انه فيه لجنة تحكيم متخصصة من قبراء اهلمين في مختلف المدالات هي اللي هتقيم الاعمال ديه بمنطقة الحياة احنا كإدارة المركز القاهرة التنمية هو انسان مناش اي علاقة بالاختيار الفائزين سواء من خلال اللجنة ديه هي اللي بتحدد مين اللي اللي عامل موضوع مكتنى للاركان زي ما بيقولي وبالتالي يتمي تيزيل الجويز بعد كده يعني فيه معايير حتى موضوع تقييم الاعمال اللي مقدمة طيب هل حضرتك شايفة ان من ضمن يعني اللي ممكن يقدمه في المسابقة التنمية اللي بتتعرض اليه النساء في مجال العمل وقضية الاسابة مثلا يعني نوعا من انواع العنف ربما لا يكون عنف بدني هو عنف مؤسسي عنف مؤسسي ومعنالي بدرجة كبيرة لكن ربما تكون في بعض الاحياني بالنسبة لكثير من النساء العوامل النفسية بتكون اكتر الانا الممكن من العنف البدد فهل دا ما كان في المسابقة طبعا هو اصلا تعريف العنف ضد المرأة التعريف بتاعه اللي الامم المتحدة عامله هو بيشمل التمييز وبيشمل الضالبين سواء كان عنف مدي او عنف معناوي فهو داخل فيه تبعا طيب تقدر حضرتك تديني تصور ازاي فكرة المسابقة دي جدت عندكو يعني ازاي تم التخطيط لحاجة مهمة زي دي يعني احنا تكلمنا كتير قوي في موضوع العنف ضد المرأة وفي تناول باشكال مختلفة لقضية العنف من المحاضرات وندوات انما عامل مسبقة ما بين اعلاميين واسلوب ازاي يتعرضوا لهذه القضية ويتناولوها بهدف تسليط الضوء عليها الفكرة دي مبتكرة يعني مختلفة عن كل الاشكال يعني يمكن ربما الجهود اللي جذلت من قبل في مواجهة العنف ضد المرأة ما جاش فيها فكرة ان احنا نعمل مسبقة والناس كتنافس فعرض هذه القضايا احنا في المركز بقى اربع سنين تقريبا منشتهل على قضية الانف ضد المرأة من كل الجوانب احنا عندنا واحدة مساعدة قانونية بالمجان للمسائل اللي عما فات بتشتهل على كل انحاء الجدهرية اذا حبيتي انا حاب اقول رقم الخط الساخن بتاعنا حيث اي ست عندها مشكلة تتصل علينا الخط الساخن الخاص بمركز الكاهرة للتنمية وحقول انسان رقمه زير اتناشر واحد تلت صفار تسعة واحد تسعة تسعة تنين ده جزء احنا بنشتهل عليه فيه جزء تاني خاص بتدريبات بنشتغل من خلالها مع المحاميين على آليات المنهضة القانونية للعنف ضد المساء جزء تاني بنشتغل من خلاله مع الاعلاميين تحديدا الشباب على آليات المنهضة الاعلامية بتخطيئة موضعية للعنف ضد المرأة يعني انتو ليكو بالفعل اكتر من اسلوب معالجة للمشكلة بالضبط نعم اخر طريقة احنا بنشتغل كل دا في وقت واحد بالمناسبة فا احنا فكرنا انو هنقول سلامة هو الرجل وانان هي الست واحنا مش عاوزين اسم تقليدي نعمل من خلاله من سابقه نقول لا لالالعنف ضد المرأة من خلاله لا احنا عاوزين عالم فيه سلامة وفيه امان للتراثين ونحقق من خلاله الهدف بتاعنا انه يكون فيه عالم امن للنساء احنا عندنا واحدة من بين كل ثلاث ستات بتتعرض للعنف ضد احصائية عالمية بالمناسبة يعني عندنا في مصر على مستوى العالم نعم عندنا في مصر سبعة من كل عشر ستات بيحصل لهم تخرش احنا وابدين المركز الثاني عالميا بعد افغانستان في التخرش الجنسي فعندنا احصائي جنيء اه احصائياتنا فزيعة حقيقية اه بزيطنا تمام فاحنا حدين زي ما قلت لحضرتك عالم امن للنساء فطب نفكر في طرق مبتكرة ان احنا الدنيه نقدر نلفت من خلالها النظر بالقضية ديت فاخر حاجة ابتدينا نفكر فيها هي المسابقة هي اول مرة في المركز عندنا بنعملها مفترض انه المسابقة تم الاعلان عنها في الاول من اغسطس الماضي او الحالي للسبعة وهي مستمرة لغاية نص اكتوبر وبعد كده لمدة شهر لجنة التحكيم هتشتغل تختار الاعمال وتقيمها ونوزع الجوائز ان شاء الله في النص التاني من شهر احداشر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة طيب حضرتك نسبة المشاركة في المسابقة حتى الان؟ عندنا اقبال على المسابقة واللافت للنظر انه احنا لما اعلاننا عن المسابقة اعلانها عنها للصحفيين المصريين او للعالميين المصريين جنة كمان ميلاد بموضعات تانية متعددة من دول المغرب العربي ومن لبنان طبعا بعثنا اعتذرنا لهم وانا لهم انه لو سمحتنا ان احنا ننشر هذه الاعمال على الموقع الخاص بنا هنكون سعداء بذلك واحنا بنا اعتذركم عن المشاركة في المسابقة لكن احنا هنقررها تاني فالحقيقة لقينا منهم كل ترحيب بدوت المفترض بقى ان المسابقة هيتم تقرارها تاني على اول السنة الجديدة وهيتوزع جوائز جديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس اللي جاي نعم طب استاذ انتصار حجم مشاركة النساء في هذه المسابقة يعني دايما احنا بنعتمد على ان الرجال في المشاكل المختلفة او حتى في الدراما او هم اللي بيعبروا عن مشاكل المرأة لكن يعني تعبير المرأة نفسها عن ذاتها وعن معاناتها من المشكلات المختلفة وبما فيها مشكلة العنف ربما يكون اقل من يعني تعبير الرجال عن هذه المشكلة حجم مشاركة النساء في المسابقة دي مساوي لمشاركة الرجال لسه ما عملناش احصائية بس الحقيقة بتجمل الاميلات بالمسابقة من النساء ومن المجال بتجمل من التنيج لكن قدقي رجال قدقي نساء بس الاعداد متقربة مش يعني لكن لسه ما عملناش احصائية بيها اتمنى ان شاء الله ان يكون بين ان الفائزين في المسابقة يكون نساء لان عادة يعني او الطبيعي اللي يكون معبر اكتر عن مشاكل المرأة تكون هي المرأة نفسها اهم المعيير اللي وضعت لاختيار لجاء لجنة التحكيم والممثلين للعمل الاعلاني في هذه اللجنة طبعا لازم تكون لجنة التحكيم تخصصة في العمل الاعلاني سواء كانوا صحفيين او غيروا مشهود لهم طبعا بالنزاهة والكافيئة من خلال السجيهات بتاعتهم يعني شكلت لجنة التحكيم بالفعل اصلا تصلاح اتفاقنا عليهم لكن لسه ما بتغيتش شغل نعم طيب الجواز اللي هتقدم ايه طبيعة الجواز شوفي احنا لما حبينا نعمل المسابقة كنا حابين ان احنا نقدم جواز مادية تبقا للتلات جواز بس جات لنا طلبات من الاعلانيين اللي شاركوا معنا في التدريب طب ايه رأيكم تخلونا جواز عينية ويكون مثلا تابلت لاتوب كاميرا ديجيال حاجات كده يعني فعملهم طب احنا هندرس الموضوع ونوعيدكم ان احنا طلباتكم هيتم ايجابيتها احنا لكن حتى الان لم يتم تحديد يعني طلباتكم دوازم الدية لكن تترجم الى هدايا حسب بعلا اسعار والحاجات ان شاء الله طيب اخر موعد للتقدم للمسابقة حضرتك ذكرتين هو 15 اكتوبر ايه هو الموعد المقترح لانتهاء من عمل لجنة التحكيم يعني حضرتك ذكرتين اعلام النتائج هيكون في نوفمبر في اخر نوفمبر اخر نوفمبر ولجنة التحكيم هتمارس عملها من يعني بعض اكتوبر لغاية نصف نوفمبر حضرتك ذكرتين ان المركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان ليه اهتمام بقضايا المرأة وقضايا المرأة المعنفة كانت محل اهتمام من المركز على مدى اربعة سنوات لكن هل ليه اهتمام بمجالات اخرى من مشكلات المرأة؟ اه طبعا احنا يعني عندنا اكتر من برنامج بنشتعل من خلاله احنا عندنا برنامج بنهضة العنف ضد النساء وعندنا برنامج المشاركة السياسية من النساء بنشتعل من منظور جندر على الشباب من الجنسين اه اه عندنا كمان اه اه برنامج المسابع الاعلامية انه بنحاول نعمل منك بينه وبين العنفة ضد النساء بس دوات في الوقت الحين اللي احنا بنشتغل عليه طيب احنا دلوقتي بنتكلم على تعديل الدستور وطبعا يعني كان فيه تحافظات كثيرة عن ان الدستور ربما يكون غير مناسب لتطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 نمائي صحيح اه احنا بنعادل من الوقت الدستور واللجان المعنية بهذا الشأنه هل ليكم مقترحات تم تقدمها لهذا الامر او او مشاركة في حتى ان انتو تبدو مثلا لو المجلس القامل للمرأة او جهات اخرى من المنط بيها ادخال تعديلات على الدستور احنا قول رادي امرتز عدو في تحالف المنظمات المسوية المصرية نعم هو تحالف تكون بعد ثورة يلاي وربع عدة ايام وبنشتغل من خلاله على قضية النساء والدستور بأن تقريبا سنتين لنصر بنشتغل على القضية دات احنا 16 منظمة مسوية تانية من خلال التحالف بالتأكيد كمنظمات مسوية او كمنظمات حوقية وحتى بعد 30 يونيو احنا كنا عندنا وجهة نظر اننا لدينا رغضة في دستور جديد مش عاوزين دستور يتم ترقيعه او يتعالي اللجنة للتعادلات بشكل عام لو انا هتكلم عن الدستور اللي بيتم تعديله خالين احنا برضو عندنا ملاحظات يعني مثلا لجنة الخمسين اللي بتشتغل بشكل سرني ومير معلم عنه يعني عاوزين يعرف ايه هي الاليات اللي بتشتغل من خلالها كمان بالاسف نسبة الستات بربو جوى لجنة الخمسين المشاركة في تعديلات الدستورية نسبة دقيلة للغاية لا تتناسب على الاطلاق مع مشاركة المرأة المصرية المهمة جدا من بدايات ال 18 يوم الاولانية للثورة والغاية دلوقتي ولا تتناسب مع التضحيات اللي الستة المصرية قدمتها ولا حتى تتناسب مع حجم الكفاءات الموجودة من النساء في كل المجالات تمام بشكل اساسي لو انا هتكلم عن المواد اللي نحتاجها تعديلات احنا شايفين انه المادة 11 من الدستور امن التعديل اللي بتنص على انه تطبق مبادئ الشريعة الاسلامية على النساء انا هتكلم بشكل سريع في المجال ديات انا شايفة انه اصلا احنا عندنا نص في الدستور بيقول انه المبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طيب انت لما تيجي توسمي الستات فقط لغير بتطبيق الشريعة الاسلامية عليها هي بس تمامت نعم طيب اذا احنا يعني كأننا وسمة في المجتمع بتطبق علينا احنا بس طيب وده النس يعني انا شايفة انه ليش هو حضرتك يعني تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية هي مش وسمة هو يمكن اصبع حضرتك ان في الاول خالص فاول الدستور المادة التانية ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي الحاكمة لكل القوانين بالظفت بالظفت انا شايفة انه يستسدي دائما منها او ياخد بس الستات من كل فوقات الاسلامية بس المادة اخرى تم اكفاء انا مش فاكرة رقم المادة دلوقتي بس انه يكتذئ بس الستات فقط لغير ان هم بس اللي هيتطبق عليهم يعني انا شايفة ندوت الحقيقة تمييز بلاش كلمة وسمة على اساس ان هي جامدة شوية لكن كمان عندي مادة 90 من الدستور والخاصة بعمل الاطفال هي برضو محددتش سن الطفولة لحد كم سنة وكمان ما اتكلمتش على الاطلاق عن عمالة الاطفال وايه الموقف منها وبالتالي احنا شايفين انه مفيش فرق كبير بين التعادلات الحالية او اللي تم الاعلان عنها وبين دستور 2012 اللي كلنا كنا مهترضين عليه بس استاذ انتصرف هو في النهاية الدستور سوف يطرح على المجتمع وتتم مناقشة يعني بين الاوساط المختلفة وسوف يتم الاستفتاء عليه في النهاية وبالتالي كل من له تحفظات على الدستور حيكون لها تأثيرها في النهاية هنكون سعداء جدا لو حصل حوار مجتمعي وتمت الاستجابة فيه لقراءنا والوضيهات نظر المنظمات الحوائية وتحديدا النسوية منها فيما يخص مسألة حوال النساء في الدستور لانه كلنا بنطمح في دولة مصرية ديمقراطية حديثة قيمة على مبدأ المواطنة بالتأكيد طيب حضرتك بحكم عمل حضرتك في مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان حضرتك شايفة ايه اللي محتاجها المرأة المصرية في المرحلة القادمة؟ محتاجة حاجات كتير بصراحة ايه زي ايه؟ يعني على فكرة هو احيانا بتبدو ان المشكلات واضحة جدا لكن في الاخر هي محتاجة بلورة وصياغة في سرعة علمية في سرعة موقت محددة يتم عرضها على اقول الامر لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها تمام الستة المصرية محتاجة تعليم جيد محتاجة تمام انه فائت المرأة المعاملة تحديدا لان احنا عندنا تلت العسر المصرية بيعولها نسائتي لأسباب كتير بقى تمام؟ محتاجة نظرة من المشارع المصري انه ينصف هذه الفئة محتاجين تأمينات اجتماعية محتاجين اجور عادلة لكل الفئات محتاجين تأمين صحي محتاجين سرعة حضرتك كل اللي بكلمتي عنها هتلاقيه مشترك بالنسائر دو لفضت يعني هي دين مشتركات اجتماعية يعني الحقيقي يعني مشكلة يعني دا ستسمينة مشكلة المرأة المعيلة فطبعا دي شأن يخص المرأة وحدها لكن مشكلة التعليم دي مشكلة مجتمعية هتلاقيه مشكلة مجتمعية لكن في الاساس اكتر فئة بتنبر منها هي الستات ونحن لسه لحد الوقت عندنا في بعض المخافزات والاناكن النائية لسه لحد الوقت بيفضلوا تعليم الولد على تعليم البنت بحجة ان البنت مصرها للجواز وبحجة انه ويمكن في ديت هيكون عندهم عظر انه المسافة بقيدة بين المدرسة والبيت اه علشان كده انا بتكى اوي على نقطة التعليم ثم التعليم ثم التعليم وبالتأكيد التعليم هو يعني حجر الزاوية وحجر الاساس في اي نهضة بتحصل اي نهضة استاذ انتصار انا يعني بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء وبالتأكيد احنا يعني بنتطلع الى مصر مختلفة مصر دولة عصرية ديمقراطية وايضا قائمة على عدم التمييز بين اي انسان واخر على اي معيار من المعايير ومبدأ المواطنة هو المبدأ اللي يحكمنا جميعا انا بشكر حضرتك استاذ انتصار محمد السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان على هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا مشاهدين اشكركم على حسن المتابعة على وعد بتجدد اللقاء الاسبوع القادم شكرا لكم والى اللقاء